كل سنة وانت طيب يحارس مصر الأول طبعا رجل الموسم بلا منازع الشناوي طبعا اللي دايما جماهير الأهلي متطمنة وهو في حراسة مرمى النادي الأهلي وقد إيه الحقيقة يعني ليه دور كبير قوي 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 مع نادي الأهلي الموسم ده ويعني في الدوري بس تمن أهداف بس في مرمى الشناوي وكان عامل موسم رائع جدا ودوري أبطال أفريقيا وكاس مصر الحقيقة دايما بنبقى متطمنين والشناوي موجود في حراسة المرمى وكابتن الفريق هو الحقيقة يمكن كمان دورك كابتن الفريق يا سارة يعني لا يقل أهمية عن دورك حراس مرمى متميز جدا يعني الشناوي مفيش خلاف عليه لما بتجي تلعب مطش مع الأهلي أو مطش مع منتخب مصر مثلا وانت بتفكر في التشكيل بيبقى في مراكز يعني انت بتبقى محتار فيها خصوصا لو فيها أكتر من لعب على مستوى جيد في تقارف المستويات بينهم بمن بعد لكن في مراكز ثانية محسومة وتفكرش منها مركز حراسة المرمى ربنا الحقيقة يعني يعني يخافز عليه أول حاجة طبعا شناوي الحقيقة مكسب كبير جدا للكرة المصرية ومكسب كبير جدا للنادي الأهلي يقدم سيزن أكتر من رائع ومستنين لسه منه الأروع وهو واحد من الناس كمان الحقيقة اللي عندها قدرة كبيرة جدا على أن يطور مستوى يعني مهما تقدم المستوى ومهما الناس أشدد به هو ما بيبطلش هو ما بيقافش ودي عقلية اللعب المحترف اللي بتمنى أنها أو ثقافة اللعب المحترف اللي بتمنى أنها تنتشر بقى في مصر لأنه من ناحية الموهبة أنا واثق أنه مصر مليان موهب كتير جدا لكن العقلية دي هي اللي احنا عايزين نشتر عليه شوية دوره كقائد كابتن أو كابتن للفريق الحقيقة دور مماز جدا وأنا كنت بتكلم لما تفتكروا لو تفتكروا على الأزمة اللي حصلت في شرط الكابتن بتاعت منتخب مصر قلت أن الموضوع موضوع قدمية الموضوع موضوع شخصية القيادة دي مهارة أو ليها مواصفات معانة لابد أنها تتوافر في الشخصية اللي هتقود خصوصا لما تكون بتكلم على منتخب بحجم منتخب مصر أو نادي بحجم النادي الأهلي والحقيقة هو كان خير قائد لمسيرة النادي الأهلي في المصر بسم الأخير